موسيقى قال الرسول بولوس أعرفكم بالإنجيل الذي به أيضا تخلصون أن المسيح مات حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب أنه دفن هذا جزء من العقيدة والإيمان المسيحي أحبائي أنا موجود في قرية الناصرة في مدينة الناصرة وهذه المنطقة تعتبر نموذج أو نسخة عن حياة يسوع المسيح في الناصرة من ألفين سنة وأنا أيضا موجود أمام قبر يعتبر كمان نموذج أو نسخة للقبور القديمة في القرن الأول خليني أرجع للموضوع أكد عليه المسيح مات فعلا مات على الصليب وحتى يتأكدوا من موت المسيح واحد من الجنود طعنوا في حربة فخرج طبعا دم وماء وهذا كان تأكيد لموت الرب يسوع المسيح عادة في العادات الشرقية أن الميت ينبغي أن يدفن في نفس اليوم وطبعا في حالة يسوع المسيح كان لازم يسرعه لأنه كان السبت العظيم قبل دخول السبت قبل دخول الفصح للاحتفال فكان لازم يسرعه في دفن المسيح وهكذا طلب رؤساء طبعا أنه يفعل هكذا لحظوا معي أنهم كسروا ساقي للصين عن يمين ويسار المسيح ولكن عندما جاءوا إلى يسوع المسيح وجدوه قدمات وطعنوا بالحربة لكي يؤكدوا على موته وعندما سأل بلاطس عن يسوع المسيح تعجب أنه هكذا ماتى سريعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر